كلنا ندرك ونعلم وعلى ثقة وعلى يقين أن النادي الآلي يبحث عن مهاجم خطير يبحث عن مهاجم محلي أو اتنين محليين ومهاجم أجنبي إذا ما رحل مودست الرهيب الذي يتمسك مستر مرسيل كولر بوجوده وأصبح يرفع شعار يعني مودست مش عارف إيه يا بلاش يعني واحد غيره ما ينفع عنه لذلك رأيته نواخده في القيمة والمصاب قال لك عشان السيفي بتاعه السيفي بتاعه سيفي بتاعه يبقى فيه كده سواء خف أو ما خفش هنعمل له رانين مغناطيسي ونتطمن عليه التقم ماسش مالتقمش ممكن نغيره من ده خلا صلاح محسن طيب نادي الأهلي معروف أنه بيفكر في فرق أحمد أمين أوفا وأحمد ريان فرض المقارنة في مباراة الأمس بارح أمبي كسب أو خسر أمبي من سيراميكا أربعة اتنين وفي المباراة دي ظهر بمستوى رائع ابن النادي الأهلي ومهاجم منتخب مصر الأولمبي والأول السابق أحمد ياسر ريان أحمد ياسر ريان اللي كان بينضم أساس في منتخب الأول كان بروح وييجي ماشي وطبعا لفت الأنظار صديق أجولة لعيب بسم الله ما شاء الله نايجيري دي بقى اللعيبة اللي تتشارع حاجة فوق الوصف وفوق الجميع ماشي كسب أربعة اتنين سجل أحمد ريان الأول وصديق أجولة التاني وجن أبوكا التالت بس صديق أجولة التاني ده شوف الكعب اللي جن أبوكا عملهوله وجن أبوكا وأحمد نادر حواش وأحمد أمين أفا سجلوا الهدفين بتوع أمبي ومصطفى ضيودور سجل الهدف الرابع هدف عكسي في المر طيب إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن غصب عنك تم المقارنة بين أحمد أمين أفا وبين أحمد جاسر ريان ده وده مين أيهما اللي يستحق النظام للنادي الآن تواصلت بعد المباراة مع أحد الأصدقاء المعنيين بالأمر وهكذا يعني قلت له إيه رأيك أحمد أمين أفا ولا أحمد ريان قال له أحمد ريان وأنت مغمط أحمد ريان وأنت مغمط أحمد ريان وأنت مغمط قلت له ليه قال له أحمد ريان خبرات أحمد ريان عند حماس أحمد ريان مش هيكلفك فاتورة الراجل اللي قد يطلب لك 2 مليون دولار و 3 مليون دولار عشان بيع أحمد أوفا فقال له أحمد أنا عن نفس أحمد ريان قلت له بإيه الفكرة قال له والله هطرح خلال الأيوانة المقبلة سامي عبد السيد أنا فاكر أنك أنت قلت له إسمك الحقيقي أحمد ريان وأنت مغمط قال له أحمد ريان أداءه ابن النادي عنده رغبة في أنه يجي فاتورته مش علي دوله إزاي فاتورته مش علي قال لي مفيش غال سنعمل مبادلة مع سيراميكا في ظل علاقة الود والمحبة بين صلاح ومحسون وإحمد ريان ويجبنا بلاس ويجرب معاني يا سيد نجيبه في يناير ويجرب ده مسؤول نجيبه في يناير ويجرب ستة شهر معاني شد حيل وخلاص بقى نكمل معاني والإثنين عملنا المبادلة والعلاقة طيبة مع أبو العنين ونخلص الموضوع ويبقى الموضوع زي الفل مش هنشتريه هنعمل المبادلة قال لي ساعتها مش هقوله لأ الناس اللي هناك ليه ما هو صلاح ابننا وأحمد ريان ابننا وجايز نرجع لكم ده أحمد ريان يعني مش قضية يعني ويوم ما هنتزنق وهنخلي صلاح محسن نجيب أحمد ريان كمان أحمد ريان 28 مليون بس إحنا عشان من مصلحة نادي سامح فايز من يوجيرس أهلا بيك عشان من زعلش الناس في بيراميد في اسمه في سيراميكا هنقول لهم خدوا مين خدوا صلاح محسن وهكذا وتتم الصغر ده فكرة عشان بس كلام بيتقالهم ده فكرة نتجت عن مباراة سيراميكا وإمبي اللي انتهت بست أهداف وأبدع فيها صديق أجول وأبدع فيها أحمد ريان وجون إبوكا والفرقة كلها عملت مباراة عليها جدا وعجبني جدا 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 كابتن أيمن الرمادي اللي ماشي بخطة سابتة بالمناسبة البنك الأهلي خسر مباراة من الإسماعيلي اتنين واحد وبقى عامل جنس ريكورد خسر سبع مباراة لم يفز إلا مباراة واحدة ولو سلس نقاط وتزيل جدول الدوري وطلاع الجيش كسبة المحلة 2-0 وتحيط تقدير واحترام إلى المدير الفني اللي طلاع الجيش كابتن عب حميد بسيوني اللي عامل نتائج رائعة في ظل إمكانيات فنية محدودة النهاردة المقاولين والداخلية مقاولين 3 نقاط والداخلية 5 نقاط مقاولين السبعتاشر والبنك الأهلي الثمانتاشر والداخلية الستاشر صراع كبير على قاع الجد طيب لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك يطيب صلي على الحبيب قلبك يطيب حسين اسمه أحمد عبدالقاد حسين الشحات واخد قلبي واخد عقل حسين الشحات واخد عقلي وقلبي حسين الشحات نسيطر علي انفراض الحمد لله الناس كلها بتكلم في شكاوي أنا جبتلك تفاصيل مكلمة وجلسة المصالحة بفضل الله واحد بفضل الله واحد من عند الله التوفيق من عند الله والقبول من عند الله احمد عبدالقادر بعض الناس بتتكلم ان احمد عبدالقادر مفاوضات الزمالك وكل طلع ينفي يقول لك ما فيش مفاوضات احمد عبدالقادر لم يتفاوض مع نادي الزمالك فعليا لكن الكابتن احمد سليمان المشرف على كرة القدم تواصلها مع احمد يحي وقال له زي ما عملت كبار كتير للعيبة زمالكوية للاهل واخيره من امام عشور وكان نفسك دلوقتي توضي احمد فتوح لو لك كابتن الخطيب مش عاوزه اعمل برا بقى كبري للزمالك قال له يعني احمد عبدالقادر يكلمهن اي جنا قال له احمد عبدالقادر رايح السعودية غالبا وانا شغاله على حاجات وعندي حاجات له يعني في السعودية لكنها ليست مكتوبة وليست بصفة رسمية وقرار احمد عبدالقادر اللعب في الخليج وليس اللعب في الدور المصري لا برامتز ولا زمالك ولا غيره ده اللي حصل ده اللي حصل ده اللي حصل احمد سليمان في دماغه هو وحسين لبيه في دماغه من يحققه حلم ايه ما تخلوهاش تطلع في دماغه واخد لعبة من الآن ده حلم بالنسبة له احمد عبدالقادر حريص على جمهور النادي الآن وحريص ايضا على ان هو يلعب كورة ويبقى له مستقبل وما زالت امامه الفرصة في حال اصابة اي حد تلايه داخل ولا تدرى دي كلها اقدر الله وما حدش يعرف ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيجر فاحمد عبدالقادر مع وكيله احمد يحيا عاوز زروعة السعودية وادارة النادي الاهلي تقدر هذا الامر تقدر هذا الامر ماشي وفي نفس الوقت ادارة الاهلي عاوزاها وبتتمنها فوارد انها ما تسمحنوش بالانتقال النهائي رغم ان اللعب عاوز انتقال النهائي وارد ان ادارة الاهلي تقول لا اعارة اعارة ست الشهور ويرجع لنا تاني وحنا عاوزينه ولعيب كويس ولعيب محترم وهكذا يعني لكن موضوع الزمالك يعني مفيش تواصل مع مباشر ماشي ولا فيه رغبة عند عند احمد عبدالقادر في ان يلعب في مصر وخلي بالك من حاج الدولار جنن الناس الدولار جنن الناس يعني عبدالقادر بدأت بيخد له كام بيخد له خمسة مليون طي راح احترف بمليون دولار بقى عشر اضعاف الرق ده على الاقل مليون دولار وحمد فتحي جنن الناس بحكاياته عن الدولار والراتب وكلام من ده ومزمائي اللي بتكلمه فقال لك اروح ومحمد شريف قال لك اروح على قل واحد ونص مليون دولار واحد واثنين من عشر واحد واربعة من عشر ابقى خلاص رايح وابتاع وزي الفل فالناس ما بتفكرش اللي تتلعب في الدور المصر الناس بتفكر في الدولار وسعر الدولار والدور السعودي دور قوي ناردة السعودية عاملة تأشيرة الالكترونية عشان نتكسل عالة بتقدم كل التسهيلات دلوقتي من اجل المنافسات الرياضية القوية من اجل تنظيم كل البطولات ماشي وعنده كاس عالم فاربعة وثلاثين ففيه اهتمام كبير بالكورة فهو حلمه يروع السعودية حلمه يروع السعودية فربنا يوفقه يا رب ان شاء الله ويجيب له الخير او ربنا يهديله مستر مارسيل كولر هرد على اسئلة حضراته اعلق اللهك يا غالي يكرمك رب العالمين ويرضى عنك ويرضيك ويكتبكم في الصالحين انتم وكل احبابكم اجمعين امين يا رب امين يا رب اعلق اللهك يا بي لايك وشيره صلي على حبيبك سيدنا النبي ازاي صلي على الحبيب قلبك يطيب والله العظيم الصالح على الحبيب دي هي فيها كل الخير كله والله والله صلي على حبيبك سيدنا النبي تلاقي الدنيا كلها قدامك حلوة يا ريت احمد ريان مقابل صلاح محصل الله احمد ريان مهاجم كويس وانا كانت زعلان لما ميشي والناس قوي اللي مش عارف ايه عشان ابوه ابوه مالوش حاجة ابوه بالعكس ابوه علاقته طيبة جدا بقدارة النادر الاهلي وموجود كابتن ياسر ريان وما فيش اي حاجة بالشكل ده نيوجيرسي صباح الفل يا استاذ سام ماشي فابوه زي الفل والدنيا كلها زي الفل ايمن الشريعي رئيس امبي مش بيحب الاهلي احمد دردير بيحب ما يحبش بامانة يعني لرؤية الاخ اللي هو المسؤول في الاهلي ده الاهلاوي قدرات احمد ريان تفوق احمد امين اوفر وسهل انتقال يبقى انت ليه رايح للصعب ليه رايح للصعب والكلام اللي طلعه زي عمه سيماني هو اللي كره الناس في في احمد ريان قال لهم بيشترت اللعب لا اشترت اللعب ولا عاوز يلعب ولا اي حاجة ميش ولا اي حاجة خالص فربنا يا رب يكرم باذن الله تعالى يا ايا حبيبي اطلع اه روح السعودية حيبو تفرج على مطش وعمل عمر ايا حبيبي ربنا يكرمك ويرضع عنك وربنا يوفق يا رب ايه القناوات النقر الكأس العالمي والله ما اعرف مراد الحبيب والله اكيد يعني الاس اسي في السعودية يعني خلال التفاكل لما عملناها بتبقى ليها لغبطة جدا انا ما تبعتش الملف ده هشوفه واتأكد منه وارض على حالك هشوفلك هتوزع المباريات فيهم باذن الله غادة عمر كمال يا انكل عمر كمال قريب من الناد الاهل ابو جبل بقى خرم في البنك وازا مالك عايزه احمد حازم يا احمد ده انت عليك حاجات خرم لي وعشان شاء الاربع يبقى خرم حارس كباز ولا رايح فرقة عبانة الفرقة معظمة فوق التلاتين يعني تلعب تلعب في دورة عواجيز ما نزلوش بمعدل الاعمار جابوا لعيبة اسماء ولكنها كلها كبيرة يعني وبعدين عندهم في ملاحظات على ملف الصفقات انت ما وانت بتشتري ما انت شواخي بالك من ملف مين ييجي ايه فين معدل الاعمار كل اللي بيجي بيجي عشان يمشي حدش عنده مشروع ورغم ان الكابتن طارق مصطفى مدرب محترم جدا 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 واخ عزيز وغالي لكن هما شايفين ان العيب في المدرب فعمين يغيروا في المدربين العيب في خضرات لعيبة بقت يعني سنها عالية سنها عالية ربنا يكلب البنك وبعين البنك الاهل فلوسه كتير حتى لو هبط السنة الجاية يطلع يعني دمتم فت